موسيقى 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 السلام عليكم كتشوف معايا هذه الحقيبة هذه الباليزة بحروقة و الأخرى يخرج من الدخان على المرات تنصح الناس غطيك في الحقيبة سواء المسجلة الموسيقى الحقيبة المسجلة يجب أن تقضيه موسيقى موسيقى حروقة المسجلة لانها تقدر في اي ساعة تشعل وتبقى تماما قد في فري والله يحفظ توقع شي حاجة البتريا أوتاني كيلف زجد لان الطيارة تطلع يعني كتتتفر على واحد العلو ديال 13 كم تقريبا فبالتالي درجة الحرارة كتولي ناقص 56 درجة فبسبب ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة فلاه ممكن ان يوقع شيء يعني شيء عملية كيميائية تفاعر كيميائي في المكونات ديال البتري وبالتالي درجة الحرارة فكما اشتروا في الصورة قدامكم الامر باين وواضح للناس اللي يعني كتزعم وكتزدي امور اللي ماشي منفرود انك تزديها في الحقيبة المسجلة وراه كذلك العمال يعني احنا عدنا واحد المسئولية انك مليك تكون دايز معنا كتزعمل التشيكين تسجيل الحقيبة فمنفرود اننا نسولوك واحد خمسة ولا ستادي الأسئلة منها واش انت هو اللي وجدتي الحقيبة واش هاد الحقيبة ديالك بعد اسئلة امنية واش انت هو اللي وجدتي هاد الحقيبة شخصيا معاونك شي واحد فيها علاش هناك يكون لا يعني يكون دار فيها شي حاجة من لحية هذه الممنوعات والمسائل اللي متهريب واش متأكد بانك انت بوحدك اللي وجدتيها واش عندك فيها مثلا بطارية ديال ليتيوم ولا اي نوع من انواع البطارية واش عندك فيها السوائل القابلة الاشتعال واش عندك فيها شي مسائل اللي ممكن انها تشتاعل واش فهمتي هاد المسائلة هدي كاملة احنا كنسولوه ببعض الاحيان المسافرين كيبان لهم بحل ديرانج مو يعني كيبان بحل لي انتا كتديرانجيني بهذا الاسئلة هدي ولكن هدي راه اسئلة مهيمة واخص تجاوب عليها لا قدر الله تشادره لاش عرفو فوسط الطيارة طيال الحال الطيارة عندها الميكانيزمات باش تطفي العافية عندها ميكانيزمات ديال يعني ان هاد المسائل بحال اذا يعني ما تتحولش الشي كاريته كبيرة ولكن ربما يعني بعض الاحيان تجامع واحد السلسلة ديال اعطال اللي يعني كتسبف واحد الكاريته فالله يجزيكم بخير كل واحد يعرف شنو كيعمل في الحقيبة دياله تجنبوا السوائل اللي هي كتيرة تجنبوا السوائل القابلة للاشتعال زيت العدرة سائل قابل للاشتعال الله يخليكم زيت العدرة سائل قابل للاشتعال فبالتالي تجنب انك تضعو في الحقيبة المسجلة اه كذلك كان بعض الامر اخرى حتى العسل را هو ممكن انه يعمل مشكلة طلع شهادي المرة تخيل له الواحد ما تجيب طلع يعني باش يبيط من المغرب اه ما كيوقعش شي حاجة مثلا تتورها قابل الاشتعارك يكون فيه المواد الكيميائية ولكن شهاد يعني احنا مشي جبرنا شي مرة مشعول ولا شاعل ولكن جبرنا يعني التخزين فين كي يتخزن الحاقيبة فاجبرنا يعني مطلع نادم ما اجيب طلع من المغرب اه سبحان الله العالم لا كانت تعلقوا بشي امور اللي ربما انا في هالساعة دي ما يكونش مهمة عندي ولكن يقدر يكون واحد طلع عنده مهم ولكن قبل ما ما تفكر في العلاقة ديالك مع التطلع فكر في العلاقة ديالك مع ديك الركاب اللي را كن معهم اللي تقدر يعني تسبب لهم في شي حاديثة ولا شي كاريتة الجزء الثاني من الفيديو هو اه ريانير ريانير غادي فتح خطوط جديدة ما بين المغرب ودول اوروبية المدن الجديدة اللي غادي تفتح في هذه الخطوط هادي هي مراكش الصويرة وارزازات اقادير والريباط خمسة ديال المدن المغربية غادي تم رابطها بعد اه اللي مزيان في هذه الخطوط الجديدة هي انا ريانير ربطت بعض المدن اللي ما كانش من قبل مربوطة ما بين مكنك تيام عالمغرب وبعض دول اللي كان اصحاب الجالية كان خصوصهم انهم يدوزوا على دول اخرى ولي عملوا ترونزيت في دول اخرى عادك يجيوا للمغرب فا اه يعني غادي تربط ريانير كما اقول لكم هاد خمسة ديال المدن مراكش وارزازات صويرة اقادير والريباط بدول اللي دايجا يعني كين في هالرحالات غادي تزاد الرحالات ولا غادي تفتح مطارات جديدة مدن جديدة بحال فرنسا مثلا ديجا كان فيها الرحالات ولكن غادي تفتح مطارات جديدة وغادي تزاد خطوط جديدة المانيا مثلا كذلك اسبانيا اخلاص راح هي مكانت مكنك تيام زيان المملكة المتحدة البريطانية وجوج ديال المدن اه دول افوان اللي كانوا الناس ديالاك يعانيوا بزاف باش يتكون نكتوهم على المغرب هي بولونيا والسويد اه عليكم يا الجالية ديالسويد كانوا مساكن يعني محرومين قيدوزوا على فرنسا واحد ترونزيت واحد الاداب كانت كين واحد الخط ديال خطوط ملكية المغربية ولكن مخرجش الرين طابلي يعني ما فيهش الارباع فابتالي زولات الخطوط الملكية المغربية الان ريانير غادي تربط السويد بالمغرب والله العظيم اللي افرح تلناس ديال السويد وخا للأسف كنا كان كتبوا لشركات اه مغربية وكان قولوا له هاد الخط هاده راه خط فيه الفلوس راح فيه الناس اعمل خط مباشر ولكن كان يتم تجاهل الرسائل ديالنا والنداءات ديالنا احتاجت ريانير بكل بسالة وبكل شجاعة وبكل سيطرة على الوضع لانه ببحدتها وفتحت الخطم السويد ده بقاري لقع الناس ديال النارويج والدنمارك والسويد ولدي غادي بدو يدور كبولك في ريانير بعد شوف هاد الخط هاده غادي تدوبر وغادي تريبلا وما غاديش يكون رخص لانه ريانير كاد عراف على من درخص وعلى من تغلي ولكن على العموم ولا على الاقل فا آآ غادي تنفس على هاد الناس وغادي تعمل واحد الخط مباشر بس الناس اللي عندهم ولدات مايبقاش يتكارفسوا بزا في الترانزيت خصوصا الناس اللي تدوز على آآ المطار ديال آآ باريس الناس اللي قددوز على فرنسا فهنيئا ثم هنيئا لكم بهاد الخط الجديد وهاد الخطوط الجديدة واحد السؤال كانت سؤولة لوحد المسافرة آآ شنو هي شركة طيران اللي نقدر ندي معها القط آآ ديالي يعني حيوان الف طائرة اول حاجة مهمة بزاف هي انسا ريانير ما تقلبش تشلبي مع ريانير المسافرين متسافرة من فرنسا للمغرب من المغرب الفرنسا يعني هذا هو الخط اللي غادي تعمل وصولة آآ شكون هي الشركة اللي تقدر طبي حال تقبل انه يسافروا على متنها الحيوانات الاليفة سمعتيني ريانير حييد منها الاختيارات الاخرى اللي عندك لانا ريانير ما كتديش الحيوانات لا في المقصورة ديال المسافرين ولا في آآ غرفة تخزين ديال الحقائب اللي كتكون آآ مخزن الحقائب آآ الشركات اللي نقدر النصحك بها آآ مثلا لي شوية التكلوفة ديالا اللي كان الواحد يعني آآ بحس على واحد ثمان يكون مناسب فترانزافيا مثلا لانا اللو كوست ولكن مشي داك اللو كوست آآ ترانزافيا كاز دي حيوانات اليفة آآ سواء معاك في المقصورة او آآ مخزن ديال الحقائب الخطوط الملاكية المغربية كذلك كتقبل الحيوانات الاليفة ديال المسافرين و اير فرانس كذلك كتقبل الحيوانات الاليفة ديال المسافرين هادم هما تلسة الشركات اللي نصحك بهم آآ تسافر مع القطة ولا القطة ديالك من فرنسا الى المغرب ومن المغرب عودة الى فرنسا هما ان شاء الله رحمة الرحمة غدين عمل شي فيديو آآ مفصل بتفاصيل كثيرة على القضية ديال السفر مع الحيوانات ديالكم بطريقة الحال الناس اللي عندها قط ولا كلب وبغاية تدي معها في الرحلة دياله اولا ديالها شكرا بزاف لحسن المتابعة كما دائما و الى فيديو قادم ان شاء الله رحمة الرحيم